حول الموضوع والحوار حول أهم الأحداث في السودان ينضم إلينا من الخرطوم أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أهلا بك معنا سيد عبد العزيز يعني هذا العام 2022 برغم كثرة الأحداث ولكن يبدو أن شيئا لم يتغير من الناحية الاستراتيجية في مسار الثورة السودانية هل تتفق مع وجهة نظر هذا؟ ربما هناك أيضا حدثا مهما بالرغم أن التغرير كان دقيقا قد أغفل وهو كانت الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس السيادي وقائد غوات الدعم السريع حمدته إلى روسيا كانت لهذه الزيارة كثير من الضلال لأنها تزامنت مع الحرب الروسية الأوكرانية وأثرت بقدر كبير على تدخلات فيما يتعلق بالسياسة السودانية من غبل المجتمع الدولي أما بالنسبة للمسألة المتعلقة بالثورة بالتأكيد الانقلاب الذي حدث في السودان في إكتوبر قبل الماضي كان له تأثير كبير جدا وواضح على المستوى السياسي إن فقدت على المستوى السياسي أصبحت الحريات مفغودة وأيضا أصبح هناك عدد كبير من الشهداء وتستمر العسكريون في محاولة السيطرة على السلطة عن طريق آلة القمع في المقابل أيضا على المستوى الاقتصادي رفضت كل المؤسسات المانحة أن تستأنف الدعمات بالنسبة للخرطوم واشترطت العودة إلى مسار التحول الديمقراطي أيضا أصبحت هناك تدخلات دولية واسعة فيما يتعلق بالتوسط بين الأطراف المختلفة سواء كان ذلك عبر الآلية السلاسية المكونة من قبل بعثة الأمم المتحدة السياسية برأسة فولكر بيرتس أو الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد لتتدخل مرة أخرى بعد انسحاب والحرية والتغيير من التفاوض الأول الوساطة الربعية ممثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهي التي نجحت في تغريب الشقة بين الأطراف والوصول إلى محطة الاتفاق الإطاري وكان ذلك ابتدر في أول اجتماع مهم أيضا من الأحداث الأساسية هو الاجتماع الذي تم بمنزل السفير السعودي في أول لغة بين المكون المدني والمكون العسكري إلى أمدى فقط في هذا الجانب الاتفاق الإطاري الآن هناك خشية عليه هناك عدم رضا وعدم إجماع حوله حتى من المكونات المدنية إلى أي مدى خطوة حمدوك أو خطوة حمدوك بالعودة إلى المشاركة مع العسكر بعد الانقلاب كان لهذا الأثر السلبي على مناخ الثقة في إمكانية إيجاد اتفاقات مع العسكر تكون دائمة ومثوقة بالتأكيد أن الصغة تكاد تكون مهزوزة فيما يتعلق بين العلاقة بين العسكريين والمدنين ولكن هذه المرة التدخلات الدولية والرافعة الدولية هي تكاد تكون كبيرة خاصة من هناك الضغوط مورسة على العسكريين من غبل هذه الوساطة الربعية حتى يستجيبوا لهذا الاتفاق لكن يبقى ليست هناك الضمانات لهذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق تبقت بشأنه بعض القضايا التي أرجعت وهي قضايا ذات أهمية يمكن أن تنسف الاتفاق في أي وقت من الأوقات المتبقية من عمر التفاوض وصولا للاتفاق النهاي ولعل أبرزها المزال المتعلقة بالعدالة الانتقالية وتعلم أن الشعب السوداني يطالب بالغصاص من كل الذين أجرموا في حقه وقتلوا شهدائي منذ العام 1989 وحتى الذين سقطوا شهداء في التظاهرات المستمرة منذ الانقلاب في اكتوبر الماضي حتى الآن أيضا هناك جانب آخر متعلق بالحصانات الإجرائية قد لا يستجيب العسكر ويوافق على أن ترفع منه الحصانات الإجرائية في مغابل أن يسلموا للمحكم ويحاكموا خاصة الغيادات التي توقع على الاتفاق منها السيد البرهار نفسه وكذلك حمدتي نائبه أيضا هناك المسائل المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري أيضا هي واحدة من النقاط التي فيها ما زال فيها نوع من الخلاف إذن هناك تحديات فيما يتعلق ببقية القضايا المرجعة بشأن التفاوض ناهيك عن الخلافات بين القوى السياسية المختلفة التي انقسمت حول هذا الاتفاق وقوى المغاومة التي تقود المغاومة على الأرض التي لديها رأي بأنها رفضت الاتفاق والغالبها يرفض هذا الاتفاق ويصر على مواصلة التظاهر السلمي ضد الإنقلاب ويرفع شعار الآد السلاس لا شرعية ولا مساومة ولا تفاوض صورة الرئيس السابق عمر البشير إذا ما وهو يعترف بمسؤوليته عن أمر لا ينازع أحد فأنه مسؤول عنه فضلا عن الأوضاع الاجتماعية والصراعات القبلية وتقريبا حتى حالة التوازنات بالمعنى السياسي أو الأمني والعسكري كأنها تقول أن السودان ما زال لم يغادر مرحلة عمر البشير نعم وكما قال البرهان في لغاء كان قد عقده نتيجة التأثيرات التي حدثت لبعض المناطق بسبب السيول والفيضانات في منطقة الملاغل قال مرت ثلاث سنوات وكان ذلك في العام الماضي على السورة ونحن لم نحقق شيئا يذكر وليس لدينا أي إنجاز يذكر على الأرض بالتأكيد ربما لا تكون قد بنيت حتى لها المدرسة أو تم تشييد كبرية أو إلى ما زالك من الخدمات المختلفة هناك انهيار واسع في الخدمات هناك غلاء مستحكم هناك إشكالات متعلقة بالكساد فيما يتعلق بالاقتصاد فعلا الأوضاع بائسة ومزرية لحد كبير وهذا ربما ما يشجع لضرورة إيجاد حل سياسي أما بالنسبة لمسألة البشير البشير أراد أن يرسل رسائل من خلال هذا الخطاب ولعل الغاضي سمح له بذلك وفي ذلك خطأ قانوني واضح واضح أن الغاضي سمح له بأن يتحدث حوالي زهاء الساعة ليستعرض فيها إنجازاته وما تم في عهده وما إلى ذلك أما بالنسبة لأترافه فهو مسألة طبيعية خاصة كما تفضلت أنه هناك كثير من المشارات الموضوعية والدلائل على أنه هو الذي قام بهذا الانقلاب وتل البيانة الأول فطبيع أن يعترف بذلك أما أن يقول أنه هو الوحيد الذي قام بتدبير هذا الانقلاب وتنفيذه فهذا فيه خطأ كبير بالتأكيد فالبشير لم ينفس هذا الانقلاب لوحده ولا يمكن أن تكون حتى صبرمان أن تستطيع أن تنفس الانقلاب لوحدك الانقلاب لا بد أن يشارك معك فيه آخرين وبالتأكيد هذا يعني أنك استغطبت آخرين إذن هذه الشهادة في جهاز الجانب ربما لم تكن دقيقة بعض الشيء بالنسبة للبشير وكذلك أراد يشير إلى نصحته ربما ليست تكون على مويراب لأنه تم إجراء فحص الضغط الدم عليه أثناء إدلاعي بالشهادة حتى يكشف أنه لا يوجد أي توتر ولكن في القالب أيضا فيه إشارة إلى أنه يريد أن يقول أن صحته ليست على ما يرام بالرغم أنه ظهر بصحة جيدة وليس كما راجع في الأيام الأخيرة بأنه كان يسعب إلى المستشفى كثيرا لأنه كان يعاني من كثير من الأمراض المزمنة أيضا صحيح السودان يعاني بشكل كبير جدا فيما يتعلق ببعض المسائل الاجتماعية الأخرى ما زالت الحروب بين القبائل تعتمل بين الفترة والأخرى وخاصة في دارفور هناك كثير من النزاعات التي تمت وقع ضحيتها كثير من الأرواح بسبب أن هناك إشكال متعلق بعدم جمع السلاح بالرغم من التوقع على اتفاقية الجباة ولا زالت القبائل تستخدم السلاح وتستعين أيضا بالحركات المتلعة أو تستعين بالملشيات أشرف عبد العزيز رئيس التحرير صحيفة الجريدة كنت معنا من القرطوم ترجمة نانسي قنقر